كنا تكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن ابل ايكو سيستم وازاي انها منظومة متكاملة بتساعدك انك تزود انتاجيتك ولينك الحلقة هيزهر فوق دلوقتي وفي ظل المنافسة اللي موجودة خاصة بين الشركات زي سامسونج ابل ومايكروسوفت سلكة مايكروسوفت قامت باطلاق تطبيق اسمه يورفون ولي بيقوم بربط تلفونك الزاكي بالكمبيوتر الشخصي او اللابتوب في الفيديو ده هنتكلم عن طريق التوصيله بالهاتف الاندرويد فقط وايه المميزات اللي ممكن تجنيها من الموضوع ده يلا بينا تطبيق يورفون الحقيقة افضل استخدام للتطبيق ده هيكون على هواتف سامسونج لانه بينزل مدمج في وجهة سامسونج مش بتحتاج انك تحمله كتطبيق منفصل زي باقي هواتف الاندرويد وبالتالي اداءه بيكون افضل لكنه برضو فعال على باقي هواتف الاندرويد اول حاجة هي لازم تتأكد ان تطبيق يورفون مثبت على الكمبيوتر الشخصي الخاص به وهسيب لكم لينك التطبيق على متجر مايكروسوفت تحت الفيديو وفي النسخ الحديثة من ويندوز 10 التطبيق موجود وبيكون مدمج مع الويندوز يعني مش هتحتاج تحمله فيه تطبيق تاني لازم يكون موجود على هتفك الاندرويد وهو يورفون كومبانيون برضو هتلاقوا الرابط تحت الفيديو لكن لو انت تلفونك سامسونج زي ما قلنا فالتطبيق ده بيكون موجود مع وجهة سامسونج واني واي وبتفتحه من شريط الاشعارات هتلاقيه في اللوحة السريعة تحت اسم لينك تويندوز وتاني ده لو الهاتف الخاص بيك نوعه سامسونج فقط وده بسبب التعاون القوي بين مايكروسوفت وسامسونج بتفتح التطبيقين مع بعض سواء على الهاتف وعلى الكمبيوتر الشخصي وتكون متأكد انك مسجل دخول على الكمبيوتر الشخصي لحساب مايكروسوفت الخاص بيك علشان هيتم استخدامه في عملية المزامنة وبتتبع الارشادات في التطبيقين وبتدي كل جهاز الصلاحية المطلوبة وبتكون بكده تمت عملية الربط بين الكمبيوتر الشخصي والتلفون الخاص بيك وبكده الهاتف بتاعك بيبقى متصل بالكمبيوتر الشخصي وتقدر تتعامل معاه من خلاله بحيث ان ممكن يكون الهاتف بيت شحن مثلا وانت بتنجز اعمالك على الكمبيوتر الشخصي من غير ما لازم يكون الهاتف جنبك من التطبيق بتلاقي في شمال الشاشة الهاتف الخاص بيك ونسبة البطارية وكمان الوال بيبر اللي موجودة عندك على التلفون تحت بتلاقي خمس انواع هنتكلم عنهم بالتفصيل هي الاشعارات والرسائل والصور والتطبيقات والمكالمات وهنبدأ دلوقتي باول حاجة اللي هي الاشعارات خلينا نفترض دلوقتي ان انت قاعد شغال على الكمبيوتر الشخصي وجالك اشعارات على الواتساب على التلفون هتلاقيها عندك هنا على تطبيق يورفون لو جيت حبيت تتفاعل معاها مجرد مثلا ما بتكتب الرسالة هنا انت ممكن تكتب الرسالة كرد على الرسالة اللي جاي لك مثلا هنفترض كلمة تاست وتبعت انت كده بعدت الرسالة خلاص يعني انت مش محتاج تفتح الواتساب في تلفونك ولا محتاج تفتحه هنا مجرد ما تكتب الرسالة كرد هنا بتروح هناك لو حبيت بقى تفتح الواتساب بتدوس على الاشعار نفسه وبيبدأ الهاتف يفتح لك ويندو تانية هي دي الويندو اللي موجودة على التلفون بيحاول يتواصل مع التلفون وهنا بتحتاج ان انت تدي سماح واحد بس من التلفون بتقول له start now وبيبدأ التلفون يجيب لك الواتساب رسالة الواتساب اللي معروضة عندك كأنك فاتح تطبيق الواتساب من التلفون قدامك وبتقدر كمان تتحكم في حجمه لو كبرت الويندو هتبقى كده بالزبط ومن هنا تقدر تكتب بقى ايه اللي انت عايزه كمان test مثلا test تاني وبتدوس send العيب الوحيد في الموضوع ده هو ان انا مش بقدر اغير لوحة المفاتيح من عربي وانجليزي الحقيقة انا حاولت كتير بس ما لقيت لهاش حل فلو حد جرب الموضوع ده ولا قالها حل ياريت يقولولي لانه هيكون خدمني جدا لكن في النهاية انت تقدر ترد من الاشعار نفسه من غير ما تحتاج تفتح الواتساب بالطريقة دي او ممكن تستبدل الواتساب كده باستخدام تطبيق الواتساب ويب اللي هو بيفتح الواتساب في المتصفح بتاعك ومن هنا بقى تقدر تتفاعل مع اي اشعار يجيلك من شرط واتساب رسالة على المسينجر رسالة على تليجرام اي حاجة تقدر تتفاعل معها من الناتفيكيشنز هنا ومن الاشعارات دي فقد ايه دي عملية جدا وبتوفر لك وقت ان ان انت تقعد كل شوية تمسك التليفون وترد على الاشعارات اللي بتجيلك تاني خاصية موجودة هي خاصية المسجس او الرسائل النصية القصيرة انت تقدر من التطبيق هنا تتحكم في كل الرسائل النصية اللي بتجيلك ترد عليها وتستقبلها عادي خالص انت كمان ممكن تعمل نيو مسج او ان انت تبعث رسالة جديدة وبمجرد ما بتكتب اسم اي شخص من الكونتكتس عندك بيظهر على طول مباشرة وتقدر تبعث له رسالة مباشرة بدون ما تحتاج ان انت تمسك التليفون وتبعث له رسالة نصية يعني نعرف موضوع الرسائل او الاسم اس معادش حد بيستخدمه قوي لكن اها اوبشن موجود عندك سواء حبيت تستخدمه او لا نيجي لتالت خاصية وهي الفوتوز او الصور الابليكيشن هنا بيعرض لك الصور اللي موجودة على الهاتف بتاعك سواء سكرينشوتس او صور وفيديوهات انت صورتها بالهاتف بتاعك لكن انا لاحظت ان فيه صور مش بيعرضها يعني الصور اللي بعمل لها حفظ من تطبيقات معينة زي تويتر مثلا مش بتبان هنا لكن في العموم كل الصور بتبان هنا معادة بعض التطبيقات دي الميزة بقى الميزة ان هو بيوتح لك ان انت تنقل الصور دي من الهاتف لللاب توب او الكمبيوتر الشخصي بكل سهولة لاما تعمل رايت كليك على الصورة وتختار مثلا كوبي او ان انت تمسك الصورة وتسحبها للمكان اللي انت عايز توديها فيه هناك وبيروحوا بتلاقي الصورة بيتعمل لها بيست او لسك مباشرة بدون بقى ما تستخدم الوصالات او تستخدم البلوتوز اللي كتير قوي بيكون بطيئ فدي طريقة سهلة وسريعة ان انت تنقل بيها الصور والفيديوهات من الهاتف لللاب توب والعكس رابع خاصية موجودة هي الابس او التطبيقات وهنا بيعرض لك كل التطبيقات اللي موجودة عندك على الهاتف بتاعك بتقدر تفتح اي تطبيق فيهم زي ما شفنا في الواتساب في اول نقطة خالص تعالوا كده نجرب نفتح مثلا تطبيق الفيسبوك ونشوف هيدينا ايه اكتب فيسبوك وبيبدأ يفتحه كويندو جديدة يحملها على التليفون بس انت لازم تعمل انلوك للتليفون علشان هو يقدر يتصل بالهاتف بتاعك ده مثلا تطبيق الفيسبوك انت تقدر تفتح كزا تطبيق هنا تعالوا نجرب مثلا تطبيق المتصفح هيتفتح برضو كويندو جديدة هو مش هيقفل لك الويندو القديمة هيسيبها مفتوحة تقدر تفتح عدد لا نهائي من التطبيقات اللي جنب بعض كلها انت كمان لو في تطبيق بتستخدمه على طول ممكن تعمل راية كليك عليه هنا وتقوله ويبقى التطبيق موجود كشورت كات تحت هنا بحيث ان انت تدوس عليه يتفتح على طول خاصية كمان وهي اوبن فون سكرين اللي هي انت تقدر منها تعمل مشاركة لشاشة الهاتف على اللاب توب او الكمبيوتر الشخصي بتاعك بحيث ان انت بقى تقدر تتحكم في التطبيقات كلها وتفتح اي تطبيق انت عايزه فزي ما احنا شايفين دي الهوم سكرين الخاصة بالهاتف وتقدر تتحكم فيها بقى وتفتح اي تطبيق انت عايزه لكن المشكلة ان هي بتكون بطيقة شوية ولاجي فانا افضل ان انت بما تحب تفتح تطبيق تستخدم اوبشن الابس اللي موجود في تطبيق اليور فون على اللاب توب او على الكمبيوتر الشخصي بتاعك خامس خاصية هي الكولز او المكالمات ودي احلى خاصية فيهم لانها بتدي لك الامكانية ان انت ترسل وتستقبل مكالمات على اللاب توب او على الكمبيوتر الشخصي بتاعك باستخدام التليفون يعني انت مش محتاج تمسك التليفون علشان تتكلم انت لو مركب سماعات هتقدر تستقبل المكالمة هنا وتتصل وتستقبل مكالمات عادي خالص في الهاتف بتاعك. واول ما بتعمل بتلاقي زهار لك لوحة المفاتيح بتاعت الهاتف تقدر تجري منها تليفونات وتستقبل تليفونات. خلينا مثلا نجرب كده ان احنا نستقبل تليفون ونشوف هيبقى شكل او شكل الاشعار عامل ازاي على اللاب توب. زي ما احنا شايفين جايلك اشعار انت تقدر ترفض المكالمة ترد او ترسل رسالة بحيس ان انت لو مش عارف ترد دلوقتي. خاصية مهمة جدا وعملية جدا لو انت بتشتغل ومحتاج تجري مكالماتك بدون ما تحتاج ان انت تمسك التليفون. في النهاية التطبيق ده اداءه بيتحسن يوم عن يوم. اكتر انتاجية هتاخدها منه هي في نقل الصور الاشعارات ورد على المكالمات. حملوا التطبيق وجربوه. وهكون سعيد اني ارد على استخدارات. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايك لان ده بيدعم القناة جدا. شكرا ونتقابل في حلقة جاية بازن الله.